حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان يعني الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن المستورد عن صلة عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى قال وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها حدثناه شيم قال الأعمش أخبرنا عن أبي وإلن عن حذيفة بن اليمان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قومين فبال وهو قائم ثم دعى بماء فأتيته فتوضأ ومسح على خففيه حثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وإلن عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوصفاه بالسواكي حثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقيه قال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين حثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي إن عن حذيفة قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع يده لمن تحت خضه وقال ربي يعني قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك حثنا سفيان بن عوينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعض أبي بكر وعمر حثنا سفيان حدثنا الأعمش حدثنا شقيق عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قومين فبال قائما فذهبت أتبعد عنه فقدمني حتى قال أبو عبد الرحمن وسقطت على أبي كلمة حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همامين عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يدخل الجنة قتات حثنا جرير عن منصور عن أبي وإل عن حذيفة قال بلغه أن أبا موسى كان يبول في قرورة ويقول إن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم البول قرض مكانه قال حذيفة وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد لقد رأيتني نتماشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى صباطة فقام يبول كما يبول أحدكم فذهبت أتنحى عنه فقال أدنه فادنوت منه حتى كنت عند عقبه حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيمة عن أبي حذيفة قال أبو عبد الرحمن أسمه سلامة بن الهيثم بن صهيب من أصحاب أبن مسعود عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعمين لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه طعما فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه وإنه جاء به هذه الجرية ليستحل بها فأخذت بيده وجاء به هذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يد مع يده ما يعني الشيطان حثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسر جفل الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار حثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث جعلت لها الأرض طهورا ومسجدا وجعلت صفوفها على صفوف الملائكة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذا وأعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي قال أبو معاوية كله عن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف حثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود الأنصري وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم يعمل بالمعاصي فلما حضره الموت قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في البحر في يوم ريح عاصف قال فلما مات فعلوا قال فجمعه الله عز وجل في يده قال لهم حملك على ما صنعت قال خوفك قال فإني قد غفرت لك حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من أمر النبوة الأولى إذا لم تستحي فأصنع ما شئت حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيدي بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلك جمر إن دحرجته على رجلك تراه منطبرا وليس فيه شيء قال ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلاء رجلا آمينا حتى يقال للرجل ما أجلده وأضرفه وأعقله وما وما في قلبه حبة من خردل من إماء ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم باعتوا لأن كان مسلما ليردنه علي دينه ولأن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زيدي بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر فذكر معناه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين فذكر الحديث حدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن زيدي بن وهب قال دخل حذيفة المسجد فإذا رجل يصلي مما يلي أبواب كندة فجعل لا يتم الركوع ولا السجود فلما انصر فقال له حذيفة منذ كم هذه صلاتك قال منذ أربعين سنة قال فقال له حذيفة ما صليت من أربعين سنة ولو مط وهذه صلاتك لمط على غير الفطرة التي فطر عليها محمد عليه الصلاة والسلام قال ثم أقبل عليه يعلمه فقال إن الرجل لا يخفف في صلاته وإنه لا يتم الركوع والسجود حثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصولي كم يلفظ الإسلام قلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة قال فقال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبط لو قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا حثنا إسماعيل عن يونس عن حميد بن هلال أوي عن غيره عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون أمراء يجربون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منا ولست منهم ولا يريد علي الحوضة ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوضة حان أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن سعدي بن عبيدة عن مستوردي بن أحنف عن صلتابني زفرى عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال فافتتح البقرة فقرأ حتى بلغ رأس المائة فقلت يركع ثم مضى حتى بلغ المائتين فقلت يركع ثم مضى حتى ختمها قال فقلت يركع قال ثم افتتح سورة آل عمران حتى ختمها قال فقلت يركع قال ثم افتتح سورة النساء فقرأها قال ثم ركع قال فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم قال وكان ركوعه بمنزلة قيامه ثم سجد فكان سجوده مثل ركوعه وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى قال وكان اذا مر بآية رحمة سأل واذا مر بآية فيها عذاب تعوذ واذا مر بآية فيها تنزيه لله عز وجل سبح حسنا اسماعيل بن ابراهيم عن ليث عن بلال عن شتيري بن شكل وعن سلتابن زفر وعن سليك بن مصحل الغفاري قالوا خرج علينا حذيفة ونحن نتحدث فقال إنكم لتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق حسنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز عن حذيفة في الذي يقعد في وسط الحلقة قال ملعون على لسان النبي أو لسان محمد صلى الله عليه وسلم حسنا يحيى بن سعيد عن مسعر حدثني واصل عن أبي وإل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة فأهوى إليه قال قلت أني جنوب قال إن المؤمن لا ينجس حسنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان حسنا محمد بن عبيد حدثنا يوسف يعني ابن صهيب عن موسى بن أبي المختار عن بلال العبسي قال قال حذيفة ما أخبية بعد أخبية كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ما يدفع عنهم ما يدفع عن أهل هذه الأخبية ولا يريد بهم قوم سوءا إلا أتاهم ما يشغلهم عنهم حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكري بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أبن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذيقرد أرض من أرض بني سليمين فصف الناس خلفه صفين صفا يوازي العدو وصفا خلفه فصلى بالصف الذي يليه ركعة ثم نكاس هؤلاء إلى ما صافي هؤلاء وهؤلاء إلى ما صافي هؤلاء فصلى بهم ركعة أخرى حدثنا وكيع عن سفيانا عن أشعثابني أبي الشعثاء عن الأسودي بن هلال عن ثعلابتابني زهدمين الحنظلي قال كنا مع سعيدي بن العاصب طبرستنا فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال فقال حذيفة أنا فقال سفيان فوصف مثل حديث ابن عباس وزيدي بن ثابت حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديوباج وآنية الذهب والفضة وقالا هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة حدثنا وكيع عن حبيبي بن سليمين العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا أستيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حدثنا وكيع عن سفيانا عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة قال جاء السيد والعاقب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله ابعث معنا أمينك وقال وكيع مرة أمينا قال سأبعث معكم أمينا حق أمي إن قال فتشرف لها الناس فبعث أبعى عبيدة بن الجراح حثنا وكيع عن سفيانا عن إبراهيم بن مهاجر عن ربعي بن حراش قال حدثني من لم يكذبني يعني حذيفة قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وهو عند أحجار المراء فقال إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم ولا يرجع عنه قال أبي وقال ابن مهدي إن من أمتك الضعيف فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره رغبة عنه حثنا وكيع عن سفيانا عن الأعمش عن أبي وإلن عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون بين يدي الساعة إلا ذكره في مقامه ذلك حفظه من حفظه ونسياه من نسياه قال حذيفة فأني لا أرى أشياء قد كنت نسيتها فأعرفها كما يعرف الرجل وجه الرجل قد كان غائبا عنه يراه فيعرفه وقال وكيع مرة فرأه فعرفه حثنا وكيع عن أبن أبي الليلة عن شيخ يقال له هلال عن حذيفة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصف قال واحدة أو دع حدثنا وكيع عن سفيانا عن عبد الملك ابن عمير عن مولا لربعي عن ربعي عن حذيفة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقالا إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعض وأشار إلى أبي بكر وعمر وتمسكوا بعهد عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه حنا وكيع حدثنا أبو العميسي عن أبي بكر ابن عمري ابن عطبة عن ابن لحذيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده حنا وكيع حدثنا رزين بن حبيب الجهاني عن أبي الرقاض العبسي عن حذيفة قال إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا وإني لا أسمعها من أحدكم اليوم في المجلس عشر مرات حثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجهج فإن أدركنا واحدا منكم فليأتي النهر الذي يراه نارا فليغمض ثم ليطاطئ رأسه فليشرب فإنه ماء بارد وإن الدجال ممسوح العين اليسرى عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كفر يقرأه كل مؤمئ كاتب وغير كاتب حنا يزيد بن هارون حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة أنه قدم من عند عمر قال لما جلسنا إليه أمس سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن فقالوا نحن سمعناه قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله قالوا أجل قال لست عن تلك أسأل تلك يكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج موج البحر قال فأمسك القوم وظننت أنه إياي يريد قلت قلت أنا قال لي أنت لله أبوك قال قلت تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير القلب على قلبين أبيضاء مثل الصفة لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربض كالكوز مخجيا وأمالك فهو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كأن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة حدثنا بهز وأبو النظر قال حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد هو أبن هلال قال أبو النظر في حديثه حدثني حميد يعني ابن هلال حدثنا نصر بن عاصمين الليثي قال أتيت اليشكورية فرهت من بن ليث قال فقال من القوم قال قلنا بن ليث قال فسألناه وسألنا ثم قلنا أتيناك نسألك عن حديث حذيفة قال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة فاستأذنت أنا وصاحب لي أبا موسى فأذن لنا فقدمنا الكوفة بكرا من النهار فقلت لصاحبي إني داخل المسجد فإذا قامت السوق خرجت إليك قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون إلى حديث رجل قال فقمت عليهم قال فجاء رجل فقام إلى جنبي قال قلت من هذا قال أبصري أبصري أنت قال قلت نعم قال قد عرفت لو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا هذا حذيفة بن اليمان قال فادنوت منه فسمعته يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر وعرفت أن الخير لن يسبقني قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير قال هدنة على دخاء وجماعة على أقذاء إن قال قلت يا رسول الله الهدنة على دخاء ما هي قال لا ترجع قلوب أقوامين على الذي كانت عليه قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار وأنت أنت موت يا حذيفة وأنت عضن على جذل خير لك من أن تتبيع أحدا منهم حسن إسحاق بن سليمان حدثنا كثير أبو النضري عن ربعي بن حراشي قال أنطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى عثمان فقال يا ربعي ما فعل قومك قال قلت عن أي بالهم تسأل قال من خرج منهم إلى هذا الرجل فسميت رجالا في من خرج إليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقيا لها عز وجل ولا وجه له عنده حدثنا محمد بن بكر حدثنا كثير بن أبي كثير حدثنا ربعي بن حراشي عن حذيفة أنه أتاه بالمدائن فذكره حسن أبو النضري حدثنا شيبان عن عاصمين عن زر بن حبيشي قال أتيت على حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول فانطلقت أو أنطلقنا فلقينا حتى أتينا على بيت المقدس فلم يدخله قال قلت بل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة إذ وصل فيه قال ما اسمك يا أصلع فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك قال قلت أنا زر بن حبيشي قال فما علمك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صل فيه ليلة إذ قال قلت القرآن يخبرني بذلك قال من تكلم بالقرآن فلح اقرأ قال فقرأت سبحان الذي أسر بي عبده ليلا ليلا من المسجد الحرام قال فلم أجده صل فيه قال يا أصلع هل تجد صل فيه قال قلت لا قال والله ما صل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة إذ لو صل فيه لا كتب عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق والله ما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمعا ثم عاد عودهما على بدءهما قال ثم ضحك حتى رأيتون واجذه قال ويحدثون أنه لربطه ليفر منه وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة قال قلت أبا عبد الله أي دابة البراق قال دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد البصري حثنا أبو النظر حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قمناً أن يقول إذا أخذ مطجعه من الليل وضع يده اليمن تحت خده اليمن ثم يقول اللهم باسمك أحيا وباسمك أموتو فإذا استيقظ من الليل قال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور حثنا موسى بن داود حدثنا أبن لهيعة عن بكري بن عمر وعن أبي عبد الملك عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازي على القاعد حثنا أبو عاصمين حدثنا كثير بن أبي كثير التميمي حدثنا ربعي بن حراش قال أبي وإسحاق بن سليمان حدثنا كثير عن ربعي أنه آت حذيفة بن اليمان بالمداء يزوره ويزور أخته قال فقال حذيفة ما فعل قومك يا ربعي أخرج منهم أحد قال نعم فسمى نفرا وذلك في زمن خروج الناس إلى عثمان فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من الجماعة واستذل الإمارة لقيا لها ولا وجه له عنده حثنا وهب بن جرير حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة عن حذيفة قال سأل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم ثم أن رجلا أعطاه فأعطى القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن خيرا فاستنا به كان له أجره ومن أجور من يتبيعه غير منتقس من أجورهم شيئا ومن سن شرا فاستنا به كان عليه وزره ومن أوزار من يتبيعه غير منتقس من أوزارهم شيئا حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا حسين عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض أقوام فيخطى لاجون دوني فأقول ربي أصحابي ربي أصحابي فيقال لي إناك لا تدري ما أحدث بعدك حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح يعني ابن كايسان عن ابن شيهاب قال 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 أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله الخولاني سمعت حذيفة ابن اليمان يقول والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما ذلك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني من ذلك شيئا أسره إلي لم يكن حدث به غيري ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه سئلة عن الفتن وهو يعد الفتن فيهن ثلاث لا يذرن شيئا منهن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار قال حذيفة فذهب أولئي كرهت كلهم غيري حدثنا فزارت ابن عمر وحدثنا إبراهيم ابن سعد حدثنا صالح ابن كايسان فذكر مثله حدثنا هارون ابن معروف وسمعته أنا من هارون حدثنا ابن وهو بن حدثني عمرو بن الحريثي أن عمرو بن شعيب حدثه أن مولى شرحبيل ابن حسن تحدثه أنه سمع عقبة ابن عامر الجهانية وحذيفة ابن اليمانية قولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك قوسك حسن حسن حدثنا ابن لهيعة تحدثنا عمرو بن الحريثي عن عمرو بن شعيب أنه حدثه أن مولى شرحبيل ابن حسن تحدثه أنه سمع عقبة ابن عامر الجهانية وحذيفة ابن اليمانية قولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك قوسك حسن وكيع عن اسرائيل قال قال أبو إسحاق عن عبد الله بن غالب عن حذيفة قال سيد ولدي أدم يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم حسن حجاج حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن غالب عن حذيفة قال سيد ولدي أدم يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم حسن حسن حسين بن محمد حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن غالب عن حذيفة قال سيد ولدي أدم يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم حسن أبي إسحاق عن عبد الله بن غالب عن حذيفة قال سيد ولدي أدم يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم حسن إسماعيل بن عمر وخلف بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا يعني ابن زائدة عن عكريمتا بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤالي قال قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى حسن سريج بن النعمان حدثنا حماد عن عبد الملك بن عمير حدثني ابن عم لحذيفة عن حذيفة قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم قال الحمد لله ذي الملكوت الجبروت والكبرياء والعظمة وكان ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه فانصرف وقد كدت تنكسير رجلايا حسن سليمان الهاشمي أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر أخبرني عمرن يعني ابن أبي عمرن عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لا تدعنه فلا يستجيبوا لكم حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل حدثني عمرن عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويريثوا دياركم شراركم حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل حدثنا عمرن حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الأعمشة عن أبي وائل عن حذيفة قال ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أنا لا فتنة بعضكم أخواف عندي من فتنة الدجال ولم ينجو أحد مما قبلها إلا نجى منها وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال حثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحوال عن الأعماش حدثني إبراهيم منذ نحو ستين سنة عن همامي بن الحريث قال مر رجل على حذيفة فقيلة إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات حثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا عبيد الله بن إدي بن لقيط قال سمعت أبي يذكر عن حذيفة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها إن بين يديها فتنة وهرجا قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فالهرج ما هو قال بلسان الحبشة القتل ويلقى بين الناس تناكر فلا يكد أحد أن يعرف أحدا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي قال سمعت رجلا في جنازة حذيفة يقول سمعت صاحب هذا السرير يقول ما بي بأس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن اقتتلتم لا أدخلن بيتي فلأن دخل علي لا أقولن هابوا بإثمي وإثمك حنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال أتينا حذيفة فقلنا دلنا على أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا وولاء نأخذ عنه ونسمع منه فقال كان أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ودلا أبن أمي عبد حتى يتوار عني في بيته ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن أبن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفة حسين عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وإلن عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا يكون قبل الساعة إلا قد ذكره حفظه من حفظه ونسياه من نسياه إني لا أرى الشيء فأذكره كما يعرف الرجل وجه الرجل غاب عنه ثم رأاه فعرفه حسين عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همامين عن حذيفة قال كان رجل يرفع إلى عثمان الأحاديث من حذيفة قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخل الجنة قتات يعني نماما حسين عبد الرزاق حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعيدي بن عبيدة عن صلة بن زفرة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية خوف تعوذ وإذا مر بآية رحمة سأل قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى حسن عبد الله بن نمير حدثنا رزين الجهاني حدثني أبو الرقاض قال خرجت مع مولايا وأنا غلام فدفعت إلى حذيفة وهو يقول أن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا وإني لا أسمعها من أحدكم في المقعد الوحيد أربع مرات لا تأمرنا بالمعروف ولا تنهوننا عن المنكر ولا تحضن على الخير أو لا يصحي تناكم الله جميعا بعذاب أو لا يؤمرنا عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجابوا لكم حسن معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن الأعمشي عن شقيق قال سمعت حذيفة قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد يشوصفاه بالسواكي حسن يحيى بن عبد الملك بن أبي غني تحدثنا أبي عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي الليلة عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في الذهب ولا في الفضة ولا تلبسوا الحرير ودي باجة فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة حنا عفان حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن زيدي بن وهب عن ثابت ابن وديعة أن رجلا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضباب قد أحترشها قال فجعل يقلب ضبا منها بين يديه فقال أمة مسيخت قال وأكبر علمي أنه قال ما أدري ما فعلت قال وما أدري لعل هذا منها وقال شعبة سمعته وقال حصين عن زيدي بن وهب عن حذيفة قال وذكر شيئا نحوا من هذا قال فلم يأمر به ولم ينهى أحدا حسنا أبو داود حدثنا هشام عن قتادة عن أبي الطفيل قال أنطلقت أنا وعمرو بن صليعا حتى أتينا حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الحي من مضر لا تدع لله في الأرض عبدا صالحا إلا فتنته وأهلكته حتى يدركه الله بجنود من عباده فيذلها حتى لا تمنع ذنب تلعة حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصمين عن زر عن حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين حوضي كما بين أيلة ومضر آنيته أكثر أو قال مثل عدد نجوم السماء ماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأطيب من المسك من شرب منه لم يضمأ بعده حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصمين عن زر عن حذيفة قال ما بين طرفي حوض النبي صلى الله عليه وسلم كأيلة ومضرف ذكره وكذا قال يونس كما قال عفان حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة وعن قتادة عن أبي نظرة عن قيس قال قلت لعمار أرأيتم صنعكم هذا الذي صنعتم فيما كان من أمر علي رأي رأيتمه أم شيئا عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كفة ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحابي 12 منافقا منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطي حان إسماعيل بن عمر حدثنا سفيان عن عاصمين عن زر عن حذيفة قالا لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ولو صلى فيه لا كتب عليكم صلاة نبيكم صلى الله عليه وسلم حثنا محمد بن عبد الله بن الزبير وأبو نعيمين قالا حدثنا الوليد يعني ابن جميعا قالا أبو نعيمين عن أبي الطفيل مثل جميعا حدثنا أبو الطفيل قالا كان بين حذيفة وبين رجل من أهل العقبة ما يكون بين الناس فقال أنشد كالها كم كان أصحاب العقبة فقال له القوم أخبره إذ سألك قالا أن كنا نخبر أنهم أربعة عشر وقال أبو نعيمين فقال الرجل كنا نخبر أنهم أربعة عشر قالا فإن كنت منهم وقال أبو نعيمين فيهم فقد كان القوم خمسة عشر وأشهدوا بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قال أبو أحمد الأشهاد وعدنا ثلاثة قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم قال أبو أحمد في حديثه وقد كان في حرة فمشى فقال للناس إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ حثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا سعد بن أوصل عن بلال العبسي عن حذيفة قال ما أخبية بعد أخبية كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر يدفع عنها من المكروه أكثر من أخبية وضعت في هذه البقعة ولا إنكم اليوم معشر العرب لا تأتون أمورا إنها لفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق على وجهه حدثنا حسن عن حمد بن سلمة عن حمد بن أبي سليمان عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما محشتهم النار يقالوا لهم الجهنميون حدثنا حسن وعفان قال حدثنا حمد بن سلمة عن عثمان البتي عن نعيمين قال عفان في حديثه ابن أبي هند عن حذيفة قال أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدر فقال من قال لا إله إلا الله قال حسن ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة حثنا هاشم حدثنا مهدي عن واصل الأحدب عن أبي وإل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخل الجنة أمام حثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر عن حذيفة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنزل القرآن على سبعة أحرف حثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا سليمان بن بلال عن عمري بن أبي عمر عن عبد الله بن عبد الرحمة أحد بني عبد الأشهل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليبعثن عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجاب لكم حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا السفر بن نسير الأزدي وغيره عن حذيفة بن اليمان أنه قال يا رسول الله إن كنا في شر فذهب الله بذلك الشر وجاء بالخير على يديك فهل بعد الخير من شر قال نعم قال ما هو قال فتن كقطع الليل المظلمي يتبعوا بعضها بعضا تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر لا تدرون أي من أي حسنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن ميصر تابني حبيب عن المنهلي بن عمر عن زري بن حبيش عن حذيفة قال سألتني أمي منذ ما تعهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت لها منذ كذا وكذا قال فنالت مني وسبتني قال فقلت لها دعيني فإني أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب ثم لا أدعه حتى يستغفر لي ولك قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انفتلا فتابعته فعرض له عارض فنجاه ثم ذهب فاتبعته فسامع صوتي فقال من هذا فقلت حذيفة قال ملك فحدثته بالأمر فقال غفر الله لك ولأمك ثم قال أما رأيت العارض الذي عرض لقبيل قال قلت بل قال قال فهو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة فاستأذن ربه أن يصلي مع لي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنهم حثن أسود بن عامر حدثن إسرائيل عن أبن أبي السفري عن الشعبي عن حذيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تبعته وهو يريد يدخل بعض حجره فقام وأنا خلفه كأنه يكلم أحدا قال ثم قال من هذا قلت حذيفة قال أتدري من كان معي قلت لا قال فإن جبريل جاء يبشرني أن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة قال فقال حذيفة فاستغفر لي ولأمي قال غفر الله لك يا حذيفة ولأمك حدثنا أبو قطئ حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همامي بن الحريث قال مر رجل قالوا هذا مبلغ الأمراء قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخل قتات الجنة حثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصمي بن بهدلة عن زري بن حبيش عن حذيفة بن اليماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طرفه فلم نزيل ظهره أنا وجبريل عليه السلام حتى أتيت بيت المقدس ففتحت لنا أبواب السماء ورأيت الجنة والنار قال حذيفة بن اليماني ولم يصلي في بيت المقدس قال زر فقلت له بلى قد صل قال حذيفة ما اسمك يا أصلع فإني أعرف وجهك ولا أعرف اسمك فقلت أنا زر بن حبيش قال وما يدريك أنه قد صل قال فقلت يقول الله عز وجل سبحان الذي أسربي عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنرياه من آياتنا أنه إنه هو السميع البصير قال فهل تجده صلى لو صلى لا صليتم فيه كما تصلون في المسجد الحرام قال زر وربطت دابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء عليهم السلام قال حذيفة أو كان يخاف أن تذهب منه وقد آتاه الله بها حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطيت بالبراق فذكر معناه قال حسن في حديثه يعني هذا الحديث ورأي الجنة والنار وقال عفان وفتحت لهما أبواب السماء ورأى الجنة والنار حتنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي قال قال فطم منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليماني يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه قال نعم يا أبن أخي قال فكيف كنتم تصنعون قال والله لقد كنا نجهد قال والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا جعلناه على أعناقنا قال فقال حذيفة يا أبن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا ثم اتفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثم اتفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة أسأل لها أن يكون رفيقي في الجنة فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد فلما لم يقوم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقال يا حذيفة فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بناء فقام أبو سفيان بن حرب فقال فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه فقال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت من أنت قال أنا فلان بن فلاء ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقامين لقد هلك الكرع وأخلفتنا بن قريضة بلغنا منهم الذي نكره ولقيان من هذه الريح ما ترون والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحل فإني مرتحل ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لا تحدث شيئا حتى تأتيني ولو شئت لقتلته بسهمين قال حذيفته ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي يصلي في مرت لبعض نسائه مرحل فلما رأاني أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المرت ثم ركع وسجد وإنه لا فيه فلما سلم أخبرته الخبر وسامعت غطيه يصفان بما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش قال كنت في جنازة حذيفة فقال رجل من القوم سمعت هذا يقول يعني حذيفة يقول ما بي بأس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن اقتتلتم لا أنظرن أقصى بيت في داري فلا أدخلنه فلا أندخل علي لا أقولن هاب بإثمي وإثمك أو ظنبي وإذنبك حانا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابنه بيرة أنه سمع أبا تميمين الجيشانية يقول أخبرني سعيد أنه سمع حذيفة ابن اليمان يقول غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج حتى ظنن أنه لن يخرج فلما خرج سجد سجدة فظنن أن نفسه قد قبضت فيها فلما رفع رأسه قال إن ربي تبارك وتعالى استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم فقلت ما شئت أي ربهم خلقك وعبادك فاستشارني أثانية فقلت له كذلك فقال لا أحزنك في أمتك يا محمد وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا معا كلي ألف سبعون ألفا ليس عليهم حساب ثم أرسل إلي فقال ادعو تجب وسل تعطى فقلت لرسوله أو معطي ربي سؤلي فقال ما أرسلني إليك إليك إلا ليعطيك ولقد أعطاني ربي عز وجل ولا فخر وغفر لما تقدم من ذنبي وما تأخر وأنا أمشي حيا صحيحا وأعطاني أن لا تجوع أمتي ولا تغلب وأعطاني الكوثر فهو نهر من الجنة يسيل في حوضي وأعطاني العز والنصر والرعب يسع بين يدي أمتي شهرا وأعطاني أني أول الأنبياء أدخل الجنة وطيب لي ولأمتي الغنيمة وأحل لنا كثيرا مما شداد على من قبلنا ولم يجعل علينا من حرج حان سريج بن النعمان حدثنا هشيم عن المغيرة عن أبي وإل عن أبني مسعود وحسين عن أبي وإل عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فراتكم على الحوض أنظركم لا يرفع لي رجال منكم حتى إذا عرفتهم أخت لجدوني فأقول ربي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك حسنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه إن معه نارا تحرق وقال حسين مرة تحرق ونهر ماء بارد فمن أدركه منكم فلا يهلكن به ليغمضن عينيه وليقع في التي يراها نارا فإنها نهر ماء بارد حسنا حسين بن محمد حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إني رأيت في المنام أني لقيت بعض أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لو لأنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أكرهها منكم فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد حسنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة عن حذيفة قال كان في لساني ذرب على أهلي لم أعده إلى غيره فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أين أنت؟ من الاستغفار يا حذيفة أني لا أستغفر لها كل يومين مئة مرة وأتوب إليه قال فذكرته لأبي بردة ابن أبي موسى فحدثني عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أني لا أستغفر لها كل يومين وليلة مئة مرة وأتوب إليه حسنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال حذيفة إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا بمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود من حين يخرج إلى أن يرجع على أدري ما يصنع في بيته حسنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن الأعمش عن شقيق قال كنت قاعدا مع حذيفة فأقبل عبد الله بن مسعود فقال حذيفة إن أشبه الناس هديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته حتى يرجع فلا أدري ما يصنع في أهله كعبد الله بن مسعود والله لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة حسنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زري بن حبيش عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق وهو دابة أبيض طويل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فلم يزايل ظهره هو وجبريل حتى أتى يا بيت المقدس وفتحت لهما أبواب السماء ورأي الجنة والنار قال وقال حذيفة ولم يصلي في بيت المقدس قال زر فقلت بلى قد صلى قال حذيفة ما اسمك يا أصلع فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك قال قلت أنا زر بن حبيش قال وما يدريك وهل تجده صلى قال قلت القول الله عز وجل سبحان الذي أسر بي عبده الآية قال وهل تجده صلى فلو صلى فيه صلينا فيه فيه كما نصلي في المسجد الحرام وقيل لحذيفة رابط الدابة بالحلقة التي رابط بها الأنبياء فقال حذيفة أوى كان يخاف أن تذهب وقد آتاه الله بها حدثنا عفان حدثنا شعبة قال سألت سليمان فحدثني عن سعدي بن عبيدة عن المستورد عن صلة ابن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا بآية عذاب إلا تعوذ حدثنا أبو نعيمين حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن نهيكن السلولي حدثنا حذيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سوباطة قومين فبال قائما حدثنا عفان حدثنا حماد عن عاصمين عن زر عن حذيفة أنه قال ما بين طرفي حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أيلة ومضرآنيته أكثر أو مثل عدد نجوم السماء ماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك من شرب منه لم يضمأ بعده أبدا حثنا عفان حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمري بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي ثور قال بعث عثمان يوم الجرعة بسعيدي بن العاصي قال فخرجوا إليه فردوه قال فكنت قاعدا مع أبي مسعود وحذيفة فقال أبو مسعود ما كنت أرى أن يرجع لم يهرق فيه دما قال فقال حذيفة ولكن قد علمت لترجعن على عقيبها لم يهرق فيها محجمة دمين وما علمت من ذلك شيئا إلا علمت هو محمد صلى الله عليه وسلم حي حتى إن الرجل لا يصبح مؤمنا ثم يمسي ما معه منه شيء ويمسي مؤمنا ويصبح ما معه منه شيء يقاتل فئته اليوم ويقتله الله غدا ينكس قلبه طعلوه استه قال فقلت أسفله قال استه حتى أبن نمير حدثنا الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن عمري بن حنظلة قال قال حذيفة والله لا تدعو مضر عبدا لله مؤمنا إلا فتنوه أو قتلوه أو يضربهم الله والملائكة والمؤمنون حتى لا يمنعوا ذنبا تلعة فقال له رجل أتقول هذا يا عبد الله وأنت رجل من مضر قال لا أقول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا عفان حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أخبرني عن عبد الرحمن بن يزيد قال قلن لحذيفة أخبرنا برجل قريب السمت والهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه قال ما أعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يواريه جدار بيته من ابن أم عبد ولم نسمع هذا من عبد الرحمن بن يزيد لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن أبن أم عبد من أقربهم إلى الله عز وجل وسيلة حدثنا عفان حدثنا شعبة عن وليدي بن العيزار عن أبي عمر الشيباني عن حذيفة بهذا كله حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو لوق عطية بن الحريث حدثنا مخمل بن ديماث قال غزوت مع سعيد بن العاص قال فسأل الناس من شهد منكم صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال حذيفة أنا صلى بطائفة من القوم ركعة وطائفة مواجهة العدو ثم ذهب هؤلاء فقاموا مقام أصحابهم مواجهة العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلما فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ولكل طائفة ركعة حثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي قال قال العقبة بن عمر لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعته يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا الذي يرى الناس أنها نار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء فنار تحرق فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنها ماء عذب بارد قاح ذيفة وسمعته يقول إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه ملك ليقبض نفسه فقال له هل عملت من خير فقال ما أعلم قيل له انظر قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس وأجازفهم فأنظر المعصر وأتجاوز عن المعصر فأدخله الله عز وجل الجنة قال سمعته يقول إن رجلا حضره الموتوف لما أيسى من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصا إلى عظمي فامتحشت فخذوها فذروها في اليم ففعلوا فجمعه الله عز وجل إليه وقال له لم فعدت ذلك قال من خشيتك قال فغفر الله له قال عقبة بن عمر أنا سمعته يقول ذلك وكان نباشا حدنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الولد بن جميعا حدثنا أبو أطفيل حدثنا حذيفة بن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا قلنا ما نريده إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله ومثاقه لننصرفنا إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال إنصرفنا في بعهدهم ونستعين لها عليهم حثنا عفان حدثنا همام حدثنا الحجاج بن فرافي ستحدثني رجل عن حذيفة بن اليمان أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينما أنا أصلي إذ سمعت متكلما يقول اللهم لاك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير اللهم أغفر لجميع ما مضى من ذنبي وعصمني فيما بقي من عمري وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذاك ملك أتاك يعلمك تحميد ربك حثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسلم ابن نذير عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو بعضلة ساقي قال فقال الإزار هاهنا فإن أبيت فهاهنا فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين أو لا حق للكعبين في الإزار حثنا عفان حدثنا شعبة حدثنا الحكام قال سمعت ابن أبي ليلى أن حذيفة كان بالمدائن فجاءه دهقان بقدح من فضة فأخذه فرماه به وقال أني لم أفعل هذا إلا أني قد نهيته فلم ينتهي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نهاني عن الشرب في آنية الذهب والفضة والحرير والديوباج وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة حثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ يعني ابن هشامين قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه عن قتادة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن همامين عن حذيفة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في أمة كذبون ودجالون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي حدثنا عفان حدثنا مهدي حدثنا واصل الأحدب عن أبي وإلن عن حذيفة أنه بلغه عن رجل ينم الحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخل الجنة أمام حثنا عفان حدثنا مهدي حدثنا واصل الأحدب عن أبي وإلن عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعا ولا سجودا فلما انصرف من صلاته دعاه حذيفة فقال له منذ كم صليت هذه الصلاة قال قد صليتها منذ كذا وكذا فقال حذيفة ما صليت أو قال ما صليت لله صلاة شك مهدي وأحسبه قال ولو مت متعلا غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال ادن فكل فقلت اني اريد الصوم فقال وانا اريد الصوم فأكالنا وشربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة ثم قال حذيفة هكذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلت وبعد الصبح قال نعم هو الصبح غير ان لم تطلع الشمس قال وبين بيت حذيفة وبين المسجد كما بين مسجد ثابت وبستان حوت وقد قال حماد ايضا وقال حذيفة هكذا صنعت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصنع بي النبي صلى الله عليه وسلم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ابا اسحاق قال سمعت الوليد ابا المغيرة او المغيرة ابا الوليد يحدث ان حذيفة قال يا رسول الله اني ضرب اللسان وان عامت ذلك على اهلي فقال اين انت من الاستغفار فقال اني لا استغفر في اليوم والليلة اوي في اليوم مئتا مرة حثنا بهز حدثنا حماد حدثنا عبد الملك ابن عمير حدثني ابن عم لحذيفة عن حذيفة قال قمت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ السبع الطولة في سبع ركعات قال فكان اذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم قال الحمد لله ذي الملكوت الجبروت والكبرياء والعظمة وكان ركوعه نحوا من قيامه وسجوده نحوا من ركوعه فقد صلاته وقد كذت رجلية كسيراني حتنا محمد بن ابي عادي عن ابن عوين عن مجاهد عن ابن ابي الليل قال حدثنا ابن عوين عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي الليل قال خرجت مع حذيفة الى بعض هذا السواد فاستصقى فاتاه دهقان باناء من فضة قال فرماه به في وجهه قال قلنا اسكتوا اسكتوا وانا ان سألناه لم يحدثنا قال فسكتنا قال فلما كان بعد ذلك قال اتدرون لمر ميتوا به في وجهه قال قلنا لا قال اني كنت نهيته قال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب قال معاذ لا تشربوا في الذهب ولا في الفضة ولا تلبسوا الحرير ولا الديباجة فانهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة حتنا ابو معاوية تحدثنا الاعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال اذا قام من الليل يشوصفاه قال ابن نمير قلت للاعمش بالسواك قال نعم حتنا ابن نمير حدثنا الاعمش عن سعدي بن عبيدة عن المستورد بن الاحنف عن صلتابن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة قال ثم مضى فقلت يصل بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مسترسلا اذا مر بآية فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه حسنا عبد الرحمن وابو نعيمين قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن همامي بن الحريث قال كنا عند حذيفة فقيل له ان فلانا يرفع الى عثمان الاحاديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخل الجنة قتات حسنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال اللهم باسمك اموت وباسمك احيا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور حسنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ابي مالك وابن جعفر حدثنا شعبة عن ابي مالك الاشجعي عن ربعي عن حذيفة قال ابن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم مقال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة حسنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق عن عبيد بن المغيرة عن حذيفة قال كنت رجلا ذرب اللسان على اهلي فقلت يا رسول الله قد خشيت ان يدخلني لساني النار قال فاين انت من الاستغفار اني لا استغفر لها في اليوم مئاتا قال ابو اسحاق ذكرته لابي بردة فقال واتوب اليه حسنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق حدثني بعض اصحابنا عن حذيفة ان المشركين اخذوه واباه فاخذوا عليهم ان لا يقاتلوهم يوم بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالهم ونستعين لها عليهم حسنا عبد الرحمن عن سفيان عن الاعمش عن خيثمة عن ابي حذيفة عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بطعمين فجاء عرابي كأنما يطرد فذهب يتناول فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجاءت جارية كأنها تطرد فاهوت فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لما اعيتمه جاء بالاعرابي الجارية يستحل الطعام اذا لم يذكر اسم الله عليه باسم الله كله حسنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكام قال سمعت ابن ابي الليل يحدث ان حذيفة استصقى فاتاه انسان باناء من فضة فرماه به وقال اني كنت قد نهيته فابعى ان ينتهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانة ان نشرب في انية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديوباج وقال ولهم في الدنيا ولكم في الاخرة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن ابي حمزة رجل من الانصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فلما دخل في الصلاة قال الله اكبر ذو الملكوت الجبروت والكبرياء والعظمة قالا ثم قرأ البقرة ثم ركع وكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم ثم ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي قال حتى قرأ البقرة وآل عمران والنصاء والمائدة والانعام شعبة الذي يشك في المائدة والانعام حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن ابي حمزة رجل من الانصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فلما دخل في الصلاة قال الله اكبر ذو الملكوت الجبروت والكبرياء والعظمة قالا ثم قرأ البقرة ثم ركع وكان ركوعه نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الاعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي قال حتى قرأ البقرة وآل عمران والنصاء والمائدة والانعام شعبة الذي يشك في المائدة والانعام حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ابا اسحاق يحدث عن صلة ابن زفر عن حذيفة انه قال جاء اهل نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعثوا الينا رجلا امينا حقامي 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 قال فاستشرف لها الناس قال فبعث ابا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن مسلم ابن نذير عن حذيفة قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم اما بعضلة ساقه او بعضلة ساقه فقال حق الازار ههنا فان ابيت فههنا فان ابيت فلا حق للازار في الكعبين او لا حق للكعبين في الازار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ابا مالك يعني الاشجعي يحدث عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأته عن اختي حذيفة قالت خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا معشر النساء اما لا كنا في الفضة ما تحلينا اما انهما من كنا من امرأة تلبس ذهبا تظهره الا عذبت به يوم القيامة حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن طفل اخي عائشة لامها انه يهوديا رأى في منامه فذكر الحديثة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال ان معه ماء ونار فناره ماء بارد وماءه نار فلا تهلكوا قال ابو مسعود وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ان رجلا مات فدخل الجنة فقيلا له ما كنت تعمل قال فاما ذكر واما ذكر فقالا اني كنت ابايع الناس فكنت انظر المعسر واتجوز في السكة او في النقد فغفر له فقال ابو مسعود وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حي وتحدثني بكر بن عمر ان ابا عبد الملك علي بن يزيد الدمشق حدثه انه بلغه عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالا ان فضل الدار القريبة يعني من المسجد على الدار البعيدة كفضل الغازي على القاعد حثنا محمد بن عبيد حدثنا سالم المراضي عن عمر بن هريمين الازدي عن ابي عبد الله وربعي بن حراش عن حذيفة قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لست ادري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد يشيروا الى ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وهدوا هدي عمار وعهد ابن ام عبد رضي الله عنهما حدثنا حمد بن خالد عن مهدي عن واصل الاحضب عن ابي وائل قال قيل لحذيفة ان رجلا ينم الحديث قال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليدخل الجنة امام حثنا محمد بن عدي عن ابن عو عن محمد قال قال جندب لما كان يوم الجرعة وثم رجل قال فقال والله لا يغرقن اليوم دماء قال قال الرجل كلا والله قال هل لا قلت بلى والله قال كلا والله انه لا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنيه قال قلت والله اني لا اراك جليس سوء منذ اليوم تسمعني احلف وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني قال ثم قلت ما لي وللغضب قال فتركت الغضب وأقبلت اسأله قال واذا الرجل حذيفة حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيانا عن الاشعثي عن الاسودي بن هلال عن فعلابتا بن زهدمين الاربعي قال كنا مع سعيدي بن العاصب طبرستنا فقال ايكم يحفظ صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حذيفة امنا فقمنا صفا خلفه وصفا موازي العدو فصل بالذين يلونه ركعة ثم ذهبوا الى مصاف اولئك وجاء اولئك فصل بهم ركعة ثم سلم عليهم حدثنا وكيع عن سفيانا عن عطائي بن السائب عن ابي البختري قال قال حذيفة كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت اسأله عن الشر قيل لي ما فعلت ذلك قال من اتقى الشر وقع في الخير حنى سليمان بن حيانا اخبرنا سفيانا عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مطجعه قال اللهم باسمك احيا واموت واذا قام قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور حثنا مؤمل حدثنا سفيانا عن عاصمين عن زر عن حذيفة قال كان بلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر واني لا ابصر مواقع نبلي قلت وبعد الصبح قال بعد الصبح الا انها لم تطلع الشمس حثنا مؤمل حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلمين حدثنا حسين عن ابي وائل عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يردن علي الحوض اقوام فاذا رأيتهم اخت لجودون فاقول اي ربي اصحابي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك حثنا ابو نعيمين حدثنا مسعر عن ابي بكري بن عمري بن عطبة عن ابن حذيفة قال مسعر وقد ذكره مرة عن حذيفة ان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدرك الرجل وولده وولد ولده حثنا ابو نعيمين حدثنا الوليد يعني ابن جميعا حدثنا ابو الطفيل عن حذيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك قال فبلغه ان في الماء قلة الذي يرده فامر مناديا فنادى في الناس ان لا يسبقني الى الماء احد فأتى الماء او قد سبقه قوم فلا عنهم حثنا ابو نعيمين حدثنا يونس عن الولد ابن العيزار قال قال حذيفة بت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه طرف لحافي وعلى عائشة طرفه وهي حائد لا تصلي حثنا عفان حدثنا شعبة قال ابو اسحاق اخبرنا قال سمعت صلة ابن زفرا عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران لا ابعثن اليكم رجلا امينا حق امي قالها اكثر من مرتين فاستشرف لها الناس فبعث ابا عبيدة رضي الله عنه حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصمين عن زر عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت جبريل عليه السلام عند احجار المراء فقلت يا جبريل اني ارسلت الى امة امية الرجل والمرأة والغلام الجارية والشيخ الفاني الذي لا يقرأ كتابا قد تقال ان القرآن نزل على سبعة احرف حدثنا خلف ابن الوليد حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا العلاء ابن المسيبي عن عمر ابن مرة عن طلحة ابن يزيد الانصاري عن حذيفة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان فقام يصلف لما كبر قال الله اكبر ذو الملكوت الجبروت والكبرياء والعظمة ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم الى عمران لا يمر بآية تخويف الا وقف عندها ثم ركع يقول سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد مثل ما كان قائما ثم سجد يقول سبحان ربي الاعلى مثل ما كان قائما ثم رفع رأسه فقال ربي اغفر لي مثل ما كان قائما ثم سجد يقول سبحان ربي الاعلى مثل ما ما كان قائما ثم رفع رأسه فقام فما صلى الا ركعتين حتى جاء بلال فاذنه بالصلاة حثنا وكيع عن سفيانا عن عاصمي بن بهدلة عن زري بن حبيش قال قلت لحذيفة اي ساعة تسحرتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو النهار الا ان الشمس لم تطلع حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي الليل قال استسقح ذيفة من دهقاء او علج فاتاه باناء فضة فحذفه به ثم اقبل على القوم اعتذر اعتذارا وقال اني انما فعت ذلك به عمدا لاني كنت نهيته قبل هذه المرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبس الديوباجي والحريري وانية الذهب والفضة وقال هو لهم في الدنيا وهو لنا في الاخرة حنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن مسلم ابن نذير عن حذيفة قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي فقال هذا موضع الازاري فان ابيت فاسفل من ذلك فان ابيت فلا حق للازاري في الكعبين حنا وكيع حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلبة قال قال ابو عبد الله لابي مسعود او قال ابو مسعود لابي عبد الله يعني حذيفة ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الزعم قال سمعته يقول بئس مطية الرجل حنا وكيع عن يونس عن العيزاري بن حريث عن حذيفة قال ابتو عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فصل في ثوب طرفه عليه وطرفه على اهله حنا وكيع حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وإلن عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فاخبرنا بما هو كأن الى يوم القيامة حفظه من حفظه ونسيه من نسيه حنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي مجلز ان رجلا جلسا وسط حلقة قومين فقال حذيفة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجلس وسط الحلقة حنا وكيع عن سفيانا عن ابي اسحاق عن صلة ابن زفرا عن حذيفة قال جاء العاقب والسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارسل معنا رجلا امينا 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 قال فجثا لها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الركب قال فبعث ابا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه حثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد قال قلنا لحذيفة اخبرنا عن اقرب الناس سمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنه ونسمع منه فقال كان اشبه الناس سمتا ودلا وهديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن امي عبد حثنا وكيع عن والدي ابن عبد الله بن جميع عن ابي الطفيل عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فبلغه عن الماء قلة فقال لا يسبقني الى الماء احد حثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن ابراهيم ابن مهاجر عن ربعي ابن حراش قال حدثني من لم يكذبني قال وكان اذا قال حدثني من لم يكذبني رأينا انه يعني حذيفة قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجبريل باحجار الملاء فقال ان من امتيك الضعيف فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه الى غيره رغبة عنه حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زائدة وعن عبد الملك بن عمير حدثني ابن اخي حذيفة عن حذيفة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لاصلي بصلاته فافتتح فقرأ قراءة ليست بالخافية ولا بالرفيعة قراءة حسنة يرتل فيها يصمعون قال ثم ركع نحوا من قيامه ثم رفع رأسه نحوا من ركوعه فقال سمع الله لمن حمده ثم قال الحمد لله ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة حتى فرغ الى الطول وعليه سواد من الليل قال قال عبد الملك هو التطوع الليل حثنا يحيى بن سعيد عن الاعماش حدثني شقيق قال سمعت حذيفة ووكية عن الاعماش عن شقيق عن حذيفة وحدثنا محمد بن عبيد وقال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر فقال ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت انا كما قاله قال انك لا جريء عليها او عليه قلت فتنة الرجل في اهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والضهي عن المنكر قال ليس هذا اريد ولكن الفتنة التي تموجك موج البحر قلت ليس عليك منها بأس يا امير المؤمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا قال ايكسر او يفتح قلت بل يكسر قال اذا لا يغلق ابدا قلنا اكان عمر يعلم من الباب قال نعم نعم كما يعلم ان دون غاد ليلة قال وكع في حديثه قال فقال مسروق لحذيفة يا ابا عبد الله كان عمر يعلم ما حدثه به قلنا اكان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم ان دون غاد ليلة اني حدثته حديثا ليس بالاغاليط فهبنا حذيفة ان نسأله من الباب فامرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر حثنا يحيى عن شعب تحدثنا ابو اسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد قال قلنا لحذيفة اخبرنا برجل قريب الهدي والسمت والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ عنه قال ما اعلم احدا اقرب سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يواريه جدار بيته من ابن ام عبد حتى نيحيى بن سعيد عن الاعماش حدثني شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق فتنح فأتى سوباطة قومين فتبعدت منه فأدناني حتى صرت قريبا من عقبيه فبال قائما ودع بماء فتوضأ ومسح على خففيه حثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن منصور وحسين عن ابي وائل قال عبد الرحمن والاعمش عن ابي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل وقال وكيع للتهجد يشوصفاه بالسواكي حثنا وكيع حدثنا يزيد بن ابراهيم عن ابن سرين قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه حذيفة فحاد عنه فاختسلا ثم جاء فقال ما لك قال يا رسول الله كنت جنوبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نحوه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فحاد عنه فاختسلا ثم جاء قال المسلم لا ينجس حثنا وكيع عن ابن ابي الليل عن شيخ يقال له هلال عن حذيفة قال وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصف فقال واحدة اودع حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك ابن عمير عن مولا لربعي ابن حراش عن ربعي ابن حراش عن حذيفة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالا اني لست ادري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعضي واشارا الى ابي بكر وعمر قال وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه حثنا وكيع حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن همامين عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات حثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبيد بن المغيرة عن حذيفة قال كان في لساني ذرب على اهلي وكان ذلك لا يعدوهم الى غيرهم فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاين انت من الاستغفار يا حذيفة اني لا استغفر لها في اليوم مئة مرة حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ابا والين يحدث ان ابا موسى كان يشدد في البول قال كان بن اسرائيل اذا اصاب احدهم البول يتبعه بالمقراضين قال حذيفة وديت انه لا يشدد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى او قال مشى الى صباطة قومين فبال وهو قائم حثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن حماد عن ربعي عن حذيفة قال شعبة رفعه مرة الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الله قوما منتنين قد محشتهم النار بشفاعة الشافعين فيدخلهم الجنة فيسمون الجهنميون قال حجاج الجهنميين حدثنا ابو النضر حدثنا شعبة عن حماد قال سمعت ربعي ابن حراش يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره حانا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت صخرا يحدث عن سبيع قال ارسلوني من ماء الى الكوفة اشتري الدواب فاتينا الكناسة فاذا رجل عليه جمع قال فاما صاحبي فانطلق الى الدواب واما انا فاتيته فاذا هو حذيفة فسمعته يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير واسأله عن الشر فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر قال نعم قلت فما العصمة منه قال السيف احسب ابو التياح يقول السيف احسب قال قلت ثم ماذا قال ثم تكون هدنة على دخء قال قلت ثم ماذا قال ثم تكون دعاة الضلالة قال فان رأيت يومئذ خليفة الله في الارض فزمه وانهك جسمك واخذ مالك فان فان لم تره فهرب في الارض ولو انت موت وانت عض بجذل شجرة قال قلت ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال قال قلت فيما يجيء به معه قال بنهار او قال ماء ونار فمن دخل نهره حط اجره ووجب وزره ومن دخل ناره وجب اجره وحط وزره قال قلت ثم ماذا قال لو انت اجتفى رسا لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة قال شعبة وحدثني ابو بشر في اسناد له عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله ما هدنة على دخء قال قلوب لا تعود على ما كانت حدثنا عبد الصمد حدثني ابي حدثني ابو التياح حدثني صخر بن بدر العجلي عن سبيعي بن خالد الضباعي فذكر مثل معناه وقال وحط اجره وحط وزره قال وانهك ظهرك واخذ ما لك حدثنا يونس حدثنا حماد حماد عن ابي التياحي عن صخر عن سبيعي بن خالد الضباعي فذكره وقال وانهك ظهرك واكل مالك وقال وحط اجره وحط وزره حثنا عبد الرزاقي اخبران معمر عن قتادة عن نصري بن عاصمين الليثي عن خالد بن خالد اليشكري قال خرجت زمان فتحت تسترو حتى قدمت الكوفة فدخلت المسجد فاذا انا بحلقة فيها رجل صدع من الرجال حسن الثغري يعرف فيه انه من رجال اهل الحجاز قال فقلت من الرجل فقال القوم اوما تعرفه فقلت لا فقالوا هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقعدت وحدث القوم فقال ان الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأله عن الشر فانكر ذلك القوم عليه فقال لهم اني ساخبركم بما انكرتم من ذلك جاء الاسلام حين جاء فجاء امر ليس كامر الجاهلية وكنت وكنت قد اعطيت في القرآن فهما فكان رجال يجيئون فيسألون عن الخير فكنت اسأله عن الشر فقلت يا رسول الله ايكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر فقال نعم قال قلت فما العصمة يا رسول الله قال السيف قال قلت وهل بعد هذا السيف بقية قال نعم تكون امارة على اقذاء وهدنة على دخاء قال قلت ثم ماذا قال ثم تنشأ دعاة الضلالة فان كان لله يومئذ في الارض خليفة جلد ظهرك واخذ مالك فزمه وإلا فمت وانت عضن على جذل شجرة قال قلت ثم ماذا قال يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار من وقع في ناره وجب اجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط اجره قال قلت ثم ماذا قال ثم ينتاج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة الصدع الصدع من الرجال الضرب وقوله فما العصمة منه قال السيف كان قتادة يضعه على الردة التي كانت في زمن ابي بكر وقوله امارة على اقذاء وهدنة يقول صلح وقوله على دخاء يقول على ضغاء نقيل لعبد الرزاقي ممن التفسير قال عن قتادة زعم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن حذي فتحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين قد رأيت احدهما وانا انتظر الاخر فذكر الحديث حدثنا بهز حدثنا ابو عوانة حدثنا قتادة عن نصري بن عاصمين عن سبيعي بن خالد قال قدمت الكوفة زمن فتحت تسترو فذكر مثل معنى حديث معمر وقال حطوزره حدنا عبد الرزاق حدثنا بكار حدثني خلاد بن عبد الرحمني انه سمع ابا الطفيل يحدث انه سمع حذيفة ابن اليمان يقول يا ايها الناس لا تسألوني فان الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأله عن الشر ان الله بعث نبيه عليه الصلاة والسلام فدعا الناس من الكفر الى الايمان ومن الضلالة الى الهدى فاستجاب من استجاب فحيا من الحق ما كان ميتا ومات من الباطل ما كان حيا ثم ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة حثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابي اسحاق حدثني من كان مع سعيدي بن العاصي في غزوة يقال لها غزوة الخشب ومعه حذيفة ابن اليمان فقال سعيد ايكم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة انا قال فامرهم حذيفة فلبسوا السلاحة ثم قال انهاجكم هيج فقد حل لكم القتال قال فصل باحدى الطائفاتين ركعة والطائفة الاخرى مواجهة العدو ثم انصرف هؤلاء فقاموا ما قام اولئك وجاء اولئك فصل بهم ركعة اخرى ثم سلم عليهم حثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن همامي بن الحريث قال كنا مع حذيفة فامر رجل فقالوا ان هذا يبلغ الامراء الاحاديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخل الجنة قتات حثنا ابو احمد حدثنا عبد الجبار بن العباس الشامي وعن ابي قيس قال عبد الجبار اراه عنه زيل قال قام حذيفة خطبا في دار عامري بن حنظلة فيها التميمي والمضري فقال ليأتينا على مضر يوم لا يدعون لله عبدا يعبده الا قتلوه او لا يضربنا ضربا لا يمنعون ذنب تلعة او اسفل تلعة فقيلة يا ابا عبد الله تقول هذا لقومك او لقومين انت يعني منهم قال لا اقول يعني الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا حثنا زيد بن الحباب اخبران اسرائيل اخبراني ميسرة بن حبيب عن المنهالي عن زري بن حبيش عن حذيفة قال قالت لي امي ما تعهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا قال فهمت بي قلت يا امه دعيني حتى اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا ادعه حتى يستغفر لي ويستغفر لك قال فجئته فصليت معه المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج حثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انية الذهب والفضة وان نأكل فيها وان نلبس الحرير ودي باجة وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة حثنا يزيد اخبرنا حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن ابيه عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شراط لي اخيه شرطا لا يريد ان يفي له به فهو كالمدل جاره الى غير مناعة حثنا يزيد اخبرنا حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن ابيه عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شراط لي اخيه شرطا لا يريد ان يفي له به فهو كالمدل جاره الى غير مناعة حثنا يزيد اخبرنا ابو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة انه قدم من عند عمر قال لما جلسنا اليه يسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن قالوا نحن سمعناه قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في اهله وماله قالوا اجل قال لست عن تلك اسأل تلك تكفرها الصلاة والصوم والصدقة ولكن ايكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج موج البحر قال فاسكت القوم فظننت انه ايا يريد قال قلت قلت انا ذاك قال انت لله ابوك قال قلت تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير اي قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء واي قلب ابشر بها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين ابيض مثل الصفى لا يضره فتنة ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مربد كالكوز مجخيا وامالك فهو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه وحدثته ان بينه وبينها بابا مغلقا يوشك ان يكسر كسرا قال عمر كسرا لا ابا لاك قال قلت نعم قال فلو انه فتح كان لا علاه ان يعد فيغلق قال قلت لا بل كسرا قال وحدثته ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت حديثا ليس بالاغاليط حثنا يزيد بن هارون اخبرنا ابو مالك حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف كله صدقة وان اخر ما تعلق به اهل الجهيلية من كلام النبوة اذا لم تستحي فافعل ما شئت حثنا يزيد اخبرنا شاريك بن عبد الله عن عاصم ابن ابي النجود عن زر ابن حبيش قال قلت يعني لحذيفة يا ابا عبد الله تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت اكان الرجل يبصر مواقع نبله قال نعم هو النهار الا ان الشمس لم تطلع حثنا روح وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة عن زر ابن حبيش عن حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سكة من سكك المدينة انا محمد وانا احمد والحاشر والمقف ونابي الرحمة حثنا عمرو بن عاصمين عن حمد ابن سلمة عن علي ابن زيد عن الحسن عن جند بن عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلمين ان يذل نفسه قيل وكيف يذل نفسه قال يتبعي تعرضوا من البلاء لما لا يطيق حدثنا اسود بن عامر حدثنا ابو بكر عن عاصمين عن ابي وائل قال قال حذيفة بينما انا امشي في طريق المدينة قال اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فسمعته يقول انا محمد وانا احمد ونبي الرحمة ونبي التوبة والحاشر والمقف ونبي الملاحم حثنا اسود بن عامر اخبرنا اسرائيل عن الحكم بن عتيب تحدثني المغيرة بن حاذف عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرك بين المسلمين البقرة عن سبعة حثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصمين عن زر عن حذيفة ان جبريل عليه السلام لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حجارة الملاء فقال يا جبريل اني ارسلت الى امة امية الى الشيخ والعجوز والغلام الجارية والشيخ الذي لم يقرأ كتابا قط فقال ان القرآن انزل على سبعة احرف حان عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر قال صليت خلف عيسى مولا لحذيفة بالمدائن على جنازة فكبر خمسا ثم اتفت الينا فقال ما وهمت ولا نسيت ولكن كبرت كما كبر مولايا وولي نعمتي حذيفة بن اليمان صلى على جنازة وكبر خمسا ثم اتفت الينا فقال ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا علي بن زيد عن اليشكري عن حذيفة قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر قال يا حذيفة اقرأ كتاب الله وعمل بما فيه فاعرض عني فاعدت عليه ثلاث مرات وعلمت انه ان كان خيرا اتبعته وان كان شرا اشتنبته فقلت هل بعد هذا الخير من شر قال نعم فتنة عمياء عماء صماء ودعاة ضلالة على ابواب جهنم من اجابهم قضفوه فيها حثنا عبد الصمد عن مهدي عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة انه بلغه ان رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخل الجنة امام حثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت عاصما عن زر عن حذيفة قالا ان حوض محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شرابه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل وابردوا من الثلج واطيبوا ريحا من المسك وان آنيته عدد نجوم السماء حثنا محمد بن بكر اخبرنا كثير بن ابي كثير حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة انه اتاه بالمدائن فقال له حذيفة ما فعل قومك قال قلت عن اي بالهم تسأل قال من خرج منهم الى هذا الرجل يعني عثمان قال قلت فلان وفلان وفلان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من الجماعة واستذل الامارة لقيا لها عز وجل ولا وجه له عنده حان يحيى بن ادم حدثنا اسرائيل حدثنا الحكم بن عتيبة عن المغيرة بن حذف عن حذيفة قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة حذفنا يحيى بن ادم حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن سليم بن عبد السلولي قال كنا مع سعدي بن العاصب طبرستان ومعه نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة انا فأمر اصحابك يقومون طائفتين طائفة خلفك وطائفة بازاء العدو فتكبر ويكبرون جميعا ثم تركع فيركعون جميعا ثم ترفع فيرفعون جميعا ثم تسجد ويسجد معك الطائفة التي تليك والطائفة التي بازاء العدو قيام بازاء العدو فاذا رفعت رأسك من السجود يسجدون ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم الآخرون فقاموا في مصافهم فتركع فيركعون جميعا ثم تسجد فتسجد الطائفات التي تليك والطائفات الاخرى قائمة بازاء العدو فاذا رفعت رأسك من السجود سجد ثم سلمت وسلم بعضهم على بعض وتأمر أصحابك انهاجهم هيج من العدو فقد حل لهم القتال والكلام حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حبيب بن سليمين العبسي عن بلال العبسي عن حذيفة انه كان اذا مات له ميت قال لا تؤذن به احدا اني اخاف ان يكون نعيا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي حدثنا ابو نعيمين حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الانصار عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امة مجوسا ومجوس هذه الامة الذين يقولون لا قدر فمن مرض منهم فلا تعودوه ومن مات منهم فلا تشهدوه وهم شيعة الدجال حقا على الله عز وجل ان يلحقهم به حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن جابر عن عمر بن مرة عن ابي البختري عن حذيفة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا الى القبر قعد على شفته فجعل يرد بصره فيه ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكفر نارا ثم قال ألا أخبركم بشر عباد الله الفضل مستكبر ألا أخبركم بخير عباد الله الضعيف المستضعف ذو الطمرين لو أقسم على الله لا أبر الله قسمه حثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة وعن حسين قال سمعت أبا وإلين يحدث عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا قام إلى التهجد يشوصفه بالسواكي حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيان بعدما أمات نوى إليه النشور حثنا أبو اليمان قال وأنا شعيب عن الزهري قال كان أبو إدريس عائد الله بن عبد الله الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان يقول والله إني لا أعلم بكل فتنة وهي كائنة فيما بين يدي الساعة وما بي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدث غيري به ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيهم عن الفتن قال وهو يعدها منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار قال حذيفة فذهب أولئك الرهت كلهم غيري حنا عبيدة بن حميد حدثنا منصور عن أبي وإل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوصفاه بالسواك حدثنا مصعب بن صلى الله عليه وسلم حدثنا الأجلاح عن قيس بن أبي مسلمين عن ربعي بن حراش قال سمعت حذيفة يقول ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر قال فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعدد فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا ألها عليهم إلى يوم يلقونه حثنا مصعب بن صلى الله عليه وسلم حدثنا الأجلاح عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال جلست إلى حذيفة بن اليمان وإلى أبي مسعود الأنصاري قال أحدهما للآخر حدث ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بل حدث أنت فحدث أحدهما صاحبه وصدقه الآخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤت برجل يوم القيامة فيقول الله أنظر في عمله فيقول رب ما كنت أعمل خيرا غير أنه كان لمال وكنت أخالط الناس فمن كان موسرا يسرت عليه ومن كان معسرا أنظرته إلى ميسرة قال الله عز وجل أنا أحق من يسر فغفر له فقال صدقت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤثى يوم القيامة برجل قد قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم استقبلوا بريحا عاصفا فذروني فيجمعه الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيقول له لمفعلت قال من خشيتك قال فيغفر له قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله حثنا علي بن عاصمين حدثنا يزيد بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي الليل قال كنت مع حذيفة بن اليمان بالمدائن فاستصقى فأتاه دهقان بإناء فرماه به ما يألو أن يصيب به وجهه ثم قال لولأني تقدمت إليه مرة أو مرتين لم أفعل به هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نلبس الحرير ودي باجا قال ولهم في الدنيا ولنا في الآخرة هذا آخر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر